موسيقى السلام عليكم تمنىكم تكونوا كاملين بخير مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفة قناة وقبل ما ندوزو الوصفة نقول لكم بروق عواشركم نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير يا ربي دخلنا رمضان بصحة وعافية للكم وجميع الأفراد العائلة واليوم نقترح لكم وصفة من وصفة رمضان اللي إن شاء الله غتكون بخوغرامي معنا اللي هي بلغات الزنجلان بالعسل اللي هي غندلها لكم على شكل وردة فعلا وصفة رائعة شكلا ومد أقل معنا لآخر الفيديو تكتشفوا الطريقة والوصفة بالنسبة المقادر اللي هي فعلا بسيطة يعني هاد اللي حلوة متتكلفش منها مقادر كتير اللي غن ناخدو جج كؤوس ونص ديال الدقيق الأبيض كسونص ديال الزنجلان صفر بيضاء ملعقة ديالنافع حبة حلاوة مطحونة ملعقة ديال القرفة القليل المسكة الحرة متقوقة مع القليل من السكر ودرت فيها شوية ديال الملحة ملعقة زيت زيتون نصف خمارة وغادي ناخد ربع كاز ديال الزهر دايب في الزعفران ملعقتين زبدة دايبة والقليل من الماء لجمع العجين بسم الله نبدوزو باش نخلطو العجين ديالنا هنا غادي ناخد النواشف كاملة غادي ناخد دقيق الأبيض ونضيف عليه جنجلان وننقع النافع اني غادي نكمل هنا جميع المكونات الجافة غادي نجمعها مع بعضها وننخلطها حتى الجنسي المكونات من بعد ما تجنسي المكونات الجافة غادي نضيف المكونات السائلة غادي نبدأ بزيت الزيتون الخل زبدة دائبة خليط الماء الزهر مع الزعفران شعرة وغادي نضيف صفار بيضاء سافي غادي نحاول هنا نخلطهم مزيان هنا للإشارة فقط هنا الزنجلاني اللي بغيتوا تطحنوا شوية البنات ضروري تطحنوا شوية باش ما يسميتوا يحاولش انه يخرج معاكم في التورق ولكن انا دخليتوا بما مطحنتوش المهم لكم الختيار هو وخاف مطحنيش راكي يجي مزيان سافي هناك نخلط العجين اللي عندي او المكونات لي حتى نحصل على العجين اللي بريت عادة نشوف الكمية ديال الماء اللي呵اذي نضيف يعني غادي نجمع العجين دابا وللا غادي نحتاج لكمية ديال الماء غادي نضيف القليل منها باش تشاول انها تجنس لها جميع المكونات ونحصل عليه عجين متماسك بعد ماي البسة العجين بجميع المكونات الاجافة و aparece اشرا غادي نضيف الكمية ديال الماء الي yells القياس اللي غادي يجمع لي لالعجين هذا هو العجين اللي حصلت عليه ده بغدي ندوز باش نقسمو الكويرات صغيرة باش نشكل العجين هنا غنحاول نغطي العجين باش ما تنشفش لي العجين ديرنا سافيو ندوزو باش نشكلوه مع بعد سافيو ناخد مدلك وناخد كورة ديال العجين ديالنا ونصرحها نحاول هنا ما غديش نستخدم مدقيق نهائيا نغيب المدلك والعجين فقط سافيو غادي نحاول انه حتى السمك ديالها ما يكون شغلة حيث غادي ندير روش طبقات أنا غتبقوا معايا غتشوفوا الطريقة اللي غادي نديرها هنا غاديش نشكل مرشم ديال حديد هذا ما غادي نقطع على شكل دائرة هنا غاديش نستعملت المرشم ديال هديد لان المرشم ديال بلاستيك مع الزنجلان انا اتخلي الزنجلانان ما غاديش يعطي نذك تقطيع الزنجلان اللي بقيت انا لذا قنفضل انه يكون المرشم ديال حديد سافيو غادي ندننقطع هاد دوائرها ونضعهم جانباً بشكل معكم العاجين. أنا غد نستعمل هاد المراشم اللي تنخدمو بيهم ليغاتو أو تنخدمو بيهم حتى الحلاوي البيديين. إلا ما كانوش متوفرين عندكم ماشي مشكل. نقدرون نخدموه بسكين وبالأصبع دينا. يعني سهل سواء بالمراشم اللي عندك إلا ما عندكش تقدري تخدمي بسكين وبالأصبع تحاولي أنك يتسرحي لتقدي العاجين على شكل ورداء بالأصابع دينا. ناخد قليل من الماء مع تنسو. وغنحاول أني نشكل علامة زائد بالماء وسط الدائرة. يعني نحاول أن الدائرة بالماء. من بعد غدي نطويها وغاتولي عندي نصف دائرة وغادي نضيف القليل من الماء في الوسط. ونوضعها جانباً نفس الطريقة بنسبة للدائرة الثانية. غادي نوضع الماء بالأفوقي وبالعرض. صافي ونطويها على شكل نصف دائرة ونوضعها فوق نصف الدائرة الثانية. صافي. من بعد غادي ناخد هاد هاد الأداة ولا هاد المرشم. وغادي نضغط وسط للنصف الدائرتين من الفوق. هنا إلا ما كانش توفرش عندنا هادا كيف ما قلت لكم. غادي نقدر نضغط بالموز بالدهر دياله. ما شبهه ده باش ما تقطعش العاجين. غي باش نحاول أني نتبت العاجينة الأولى مع العاجينة الثانية. باش تكون عندي متماسكة ومتحلش ليها في القليل. سهلا اركزو غيف الطريقة را بسطها لكم في الشرح. وحتى بالنسبة للطريقة راه واضحة قدامكم. هنا غادي ندوز باش نحل هاد الورضة اللي بغينا نشكلو. إلا توفر عندكم هاد المرشم مرحبا ما توفرش عندكم. هنتو ما قد تشوفو كاش كان حلا غي بيدية. غينتو ما مليت حلو بيدكم حاولو تضغطو من الجوانب. ولكن وضغو القليل من الماء باش تشد سد لكم هاداك الجانب الأسفل. مهم هنتو ما شوفوا الطريقة معايا ورات قدروا تشكلوها بطريقة جد جد بسيطة ومبساطة. هنا هنحاول ندير معاكم واحدة اخرى باش تتفهموا الطريقة اللي هي فعلا بسيطة وسهلة بزاف. هيركزوا معايا بخطوة بخطوة. موسيقى 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 في مقلات كن وضع الزيت وتنخليه على النار حتى يسخن معي الزيت موسيقى 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 وهذا هو الوردة اليومة ذي الزيت التي اقترحت عليكم هنا زينتم بالقليل من الورد البلدي نتمنى الوصفة اليومة تعجبكم عواشركم مباركة مرة أخرى ورمضان كريم مزيد من الوصفات ان شاء الله قريبا دمتم في رعاية الله للملتقى موسيقى 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 موسيقى